خلال فترة التوقف أنت مع تخفيض النفقات والأجور ولا مع استمرارها لابد أن يتم التخفيض ولابد أن يتم التخفيض بقرار يعني لا تترك لكل نادي ده نادي يخصم 20% وده نادي يجبر لعبته على 40% وده نادي ما يخصمش خالص هاي يقولك اللعبة بالزاد في النادي الآلي إلا اللي معهم شروط تانية هاي يقولك معنا عندنا 25% مقابل المشاركة هتتخصم دي أوتوماتيك على الكل مفيش مشارك لكن لأن فيه خلي بالك هل أنت هتدفع على أنت بتدفع ضرائب كل الناس بتدفع ضرائب على مبالغ مش دخلالك دلوقتي فالقصة معقدة يرجع للنشاط بإذن الله لا كمان ممكن تلاقي الاتحاد الدولي عمل حاجة في العقود لأنه ده اتجاه إنه يمدد العقود بقرار لكل عقود اللاعبين المختلفين ده اتجاه ولا دي؟ ده اتجاه لا اتجاه مطروح إنك أنت فطرة دي تضاف العقود الضبط إنك أنت حصل توقف لو طول لو التوقف طال شوية على الفكرة ده عدل برضو آه ما أنت دفعت مبالغ عشان الفطرة دي لنا مش أدري لأنا أخي نصاش هي مسائل حتحل بإذن الله من خلال لوائح والمبادرات تسهلها آه إذن من الناحية الفنية ما ينفعش نستسهل فكرة الإلغاء ما ينفعش وما ينفعش برضو الناس تفضل تدفع في الاتجاه ومش واخدة بالها لو حصل الإلغاء حجم الكل فهتبقى دي حسبته إيه؟ فنيا وبديا فنيا هقولك على حاجة اتفرج عندنا حتى في دور القسم التاني شوفوا الجوابات اللي راحت لاتحاد الكرة في 25 مارس الماضي فرق في الدرجة التانية والدرجة التالتة مقترحات وطلبات بتصعيد أول أوائل المجموعات إلى الدرجة الأعلى بقوله وعد عايز عايز حقه تلاقي مثلا في المجموعة الأولى الدور الغات لما واقف بن سوفكا اللعب 17 مارس عنده 35 نقط بس كمان البنك الأهلي متساوي معاها 35 نقط وبعدهم الألمونيوم 32 ثم الشبان المسلمين أنا 31 يعني كله بنفس العدد من المتشات؟ آه كله 17 مباراة تلاقي المجموعة التانية سيراميكا عنده 32 نقطة من 17 مباراة عدد المباراة كلها متساوي الداخلية عنده 31 بترجيتها عنده 29 يعني الثلاث فرق عندها فرص وانت بتتكلم في 17 مباراة العب ده منهور عنده 33 المحل عندها 32 وفرقه 32 التلاثة قريبين جدا من بعض أو متساويين برضو بعد 17 أسبوع في المجموعة التالتة يعني الكل اللي بعت الناس بعتت جوابات عايزة تكتفي بالتصعيد لغاية كده طب واللي هيهباط ويقولك إلغي انت ما بين حالتين رغبات متضربة الأول عايز يصعد والأخير مش عايز يهبط ودي الجوابات اللي كانت تبعتت من الاندية لاتحاده الكورة انت كالتحاد تعمل ايه عشان كده بقولكو فكرة الإلغاء هانك الاتحاد يعمل ايه أه أستنى شوف التحاد دولي حيعمل ايه يعني انت في يوم من الأيام وانا بقول هذا الكلام قلتلي الاتحاد دولي حيقولك شأن داخلي لا أصدنا ما بيعش شأن داخلي بدليل ان جواب أول ما بلجيكا اتصرفت لوحدها بعتنوه منزل الاتحاد الأوروبي في النهاية في النهاية الاتحاد النوعي اللي هو هتحكمه فكرة الاتحاد العام المادر يعني هو الاتحاد الأوروبي ده مش كلمته نفض على ناسه طيب ما هو برضو لو هو عمل حاجة تتعارض مع تعليمات الاتحاد الدولي مش هيقدر ينفذها ايه اذا هي قضية تشمل الكون هذا الكوكب يحكم الكورونا الآن بتدعياته فمحدش هيقدر يعمل حاجة لوحده هنلاقي بفي تقارير كتيرة اتكلمت على ان الدوري الألماني هيستقن في نشاط احنا قلنا باير نوميونخ اول فريق رجع يلعب رجع يتمرن ويتمرن بوحدات محدودة شوية تلات لعيبة مع بعض دي صور منها يعان لا الدوري الألماني الاتحاد قالك هيستقنفه في الأسبوع الأول أو الثاني من مايو يعني هو بدأ يحدد معالم طريق انا مش هفضل واقف فور ريفر او بشكل غامض جدا ما نيش عارف لامتى لا قالك الأسبوع الأول أو الثاني من مايو ويبدأ يمهد لده ويبدأ ياخد الإجراءات الاحترازية ويبدأ يتكلم على الشكل العودة فيه اطرحات كتيرة انه هيبقى بدون جمهور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر